ايه ده يا جماعة مش معقولة طحفة لو عندنا الخيوط دي السلام عليكم زيكم عاملين ايه ان شاء الله يا ربكموا بألف خير اهلا بيكم ومعلومة جديدة معلومة النهاردة عن خيوط كده بنلاقيها في الدول الاوروبية او مش موجودة عامة في العالم العربي وبنقول ان هي ووو يا السلام لو موجودة عندنا واحلى حاجة ان هي تتوفر لنا واحنا بس هنسوي الهوائل زي منتجات كده النهاردة خيوط الكليم مثلا عندنا احنا بيتباع بالمنظر ده وعندهم هما شفتوا على امازون بالمنظر ده فعليا القوالة التاني طبعا طحفة فنية لانه ناعم الوانه اكتر بكتير ففيه تغذية بصرية اعلى وفي الوقت نفسه شكله كده حلو ده غير كمان التقطعات اللي بتكون موجودة في الكليم واكيد مش موجودة في الخيط التاني او الخيط الكليم التاني فيه كده كوالتي بنتكلم عنه حاجة كده مختلفة ده بالنسبة للكليم بس ولكن هل يعني لو ما توفر لناش خط الكليم بتاعهم ده يعني خلاص الدنيا وقفت اكيد لا قال ان احنا يعني اتعلمنا مع نقص الامكانيات يكون عندنا خيال اوسع وابداع اعلى فابدا ما نعجزت نفسنا ان احنا ما عندناش نفس الامكانيات فيا حرام لا خيط الكليم اللي موجودة في مصر او في الدول العربية برضو فيه منه طحفة وبدأ يوصل لنا كوالتي اعلى من الكوالتي الموجود اساسا يعني من اللي احنا كنا بنستخدمه من قبل خيوط بقى زي خيوط الصوف وخيوط الصوف بالنسبة لهم هم حاجة كده كتيرة من اول صوف المرانو للقلبكة للصوف العادي صوف اللي داخل معا اكريليك زي اللي بيوصلين احنا هنا حاجات كتيرة بقى يعني ايه المميز في حاجة عن حاجة المميز مش بس الماتيريال ولكن كمان ملمس القطع لما يطلع معاكي اكيد هيكون مختلف يعني لما باجي اشتغل بالمهير والمهير عندهم انواع كتيرة مش بس المهير اللي بيبقى كله شعر ده او هايش كده بالنسبة لنا بنشتريه لأ كمان في عندهم مهير يكون بس فتلته رفيع جدا وفي الوقت نفسه بيدفي فبتلاقوا القطعة عطية شكل شفاف فعليا بيستخدموها كده وتبقى لابسة اللي هي عزيزة زي ما بيقولوا وفي قطعة نفس القطعة مفيش اي سمك فيها فبرضو ده مهير وده مهير ولكن اللي عندنا احنا بنستخدمو اكتر حاجة بالنسبة للشتاء الكارس بندخله لوحده كده وده ناديرا لما بيحصل يعني واحيانا بنحطو مع قطع تانية يعني بندخله مع خيوت تانية سواء بقى الخيط ده صوف او اكريليك اي ان يكون المادة او الخامة اللي احنا بنتكلم عنها كمان عندهم هما الشلات احنا الشلات عندنا بس هي الماكرمية الفرنساوي وبعض الانواع التانية البسيطة اوي ومش بنشتغلها ملابس ولكن هما عندهم الشلات هي بكر الخيط العادي بكر الخيط العادي اللي احنا نعرفه هو بالنسبة لهم بيتبع شلات طبعا بيكون في منها السادة بيكون في منها المنقوش ويكون في منها الجنجاب شكله بقى التحفل هو يعني انا لو مراشتغلش كرشيه مثلا اخد القطع دي وهيحاول اشتغل كرشيه بأي شكل وده عامل من عوامل الجذب النظري اكتر منها كمان عملي كمان بيتعمل شلات لسبب في ناس بتبقى فيه في دمارها كده تعشيئة الوان معينة محدش بيقدر يعني ايه يقفل لها الحتة دي فبياخدوا الشلات البيضة او السادة تماما ويروحوا هم يزبروها في البيت بطرق معينة وبتكنيك كده محدد يعني ولذلك بيبقى عندهم الشلات وعندهم شمسية الصوف والهولدر علشان يعني ايه يقفل الموضوع ده ويبقى اللي بتلف بقرة ما تعقدش منها ابدا ويتوصلش لمرحلة الكنافة اللي بتحصل معنا يعني فدي برضو خيوته موجودة بس الخلاصة يعني هل عدم وجود الخيوت دي منعنا ان احنا نشتغل ونبدع في الشغل بتاعنا اكيد لا هل لو ما توفرتش لان البقرة مثلا احيانا بتوصل ل1000 جنيه و1500 جنيه مش عارفة على ايه تحديدا بس يعني فرق جميارك وحاكات كتيرة جدا وبصراحة يعني بتيجي اوفر قوي وبعدين البكر هناك مش رخيص ولكن هم عندهم حركات بتخلي نوعا ما البكر ده رخيص بيبقى في بعض المحلات بتاعرض مثلا خمس انواع من خمس شلات مثلا معينين او حاجة بيكونوا موجودين كتف باكتج واحد وبتباع مثلا 9 دولار 5 دولار على حسب المكان اللي هم مثلا موجودين فيه احنا ما عندناش الحركة دي موجودة اساسا في مصر او في العالم العربي ما فيش محل بيعمل باكتج كده وبيباع بسعر خيص لمجرد ان الخيط ده رائد لا عادي لما بيرقد بيبقى احلى ويعني بيبقى فيه فلوس اكتر ما فيش حد بيعمل عندنا الموضوع ده بس هم عندهم الابشن ده يعني وارد وبس حبيت ان انا يعني اقولك وجهة نظري في اختلافات الخيوط وان هي فعليا مش مهمة انا نحصل على الخيوط من النوعية دي عادي جدا ان احنا ما نحصلش عليها وبرضو همبدع وهيكون عندنا افضل بكتير وكل يوم في جديد من عندنا ومن المصانع اللي بتورد لنا الخيوط فدايما هنبدأ ان شاء الله شوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة ما تنسوش اي حاجة بنتكلم عنها هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف ولو بتشوفوني من على التيك توك او الانستا هتلاقوا اللينك موجود في البيو مع السلامة باي